اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد هالدرس هات هنحكي فيه شوي بره لا ريفيل لكن بشيء مهم جدا موضوع version control او بمعنى اخر موضوع انك انت تضيف تحكم للفرجن تبعك يعني الاصدارات تبع تطبيقك ولكن الخطوة انت عبتعملها هلا كتير نحن اسمعنا بموضوع get واللي ما سمع فيكن كتير مشهور و اكيد فاعتين عم الموقع هادلو الgethub و محملين كتير انتو من الباكيجز كتير من احيان موضوع الdownload ناخد الزيب فاعل نستفيد من النوت كتير من البروجيكت اللي بيكون اوبن سورس بتلايونه الgethub مثلا عم مواقع تاني مثل getlab او مثلا ع الbit bucket هلا بالدرس هاد هنحكي عن موضوع كيف نضيف نحن الget على التطبيق تبعنا كيف نستفيد من الخصائص تبع هالموضوع هاد وبالتالي بصراحة بنفس الوقت بصير فيكن انتو كمان تحملوا المشروع لعب هلا حنبلج نحن بانتنا نضيف نحن مستودع جديد او ريبوزوتوري جديد خلنا نبلج مع بعضنا البعض هنسمي للريبوزوتوري تبعنا هون او مارافيل 5.1 مثلا او هلنسمي او 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 خلينا نسمي نحن الريبوزوتوري تبعنا العلاقة في الشغل اللي عم نشتغله خلنا نسمي learning لارافيل 5.1 هلا الانشاء الريبوزوتوري بعد ما نحط الاسم تبعه فينا نعمله مثلا انشألنا نحن هو الفايل اسمه readme او لا ما بهمنا كتير الموضوع هاد خلونا نحن انشأ هريبوزوتوري تبعنا متعلم كيف نحن نربط البروجيكت تبعنا مع الget خلق ببساطة شريدة هو عبقلنا كيف نحن نعمل عبقلنا اول شي يازم انت تعمل get initialization او تهيئ انت ال folder تبعك بانك انت تضيف على الget خلونا نعمل تشغيل التعليم هاي انا عامل ssh على ال vagrant يعني على ال homestead تبعي بقلب البروجيكت تبعي متل ما اكون شايفين هاي ايجاد job خلنا نعمل get initialization قلي بالفعل تم انشأ بقلب ال folder اسمه .get خلونا نكمل نحن في نضيف هون readme هالحكي هالسطر هاد بيدلنا او خلنا شوي اشرح لكم عنو هالسطر هاد بيقول انو ضيف الفايل الاسمه readme.md على ال get لكن نحن حاليا بصراحة عندنا اكتر من ملف ما نكون شايفين فولدر ما عندنا بس واحد وبالتالي خلونا نضيفه نحن كل هاته خلونا نعمل get نقطة يعني بمعنا اخر ضيف او سهل get add نقطة يعني بمعنا اخر ضيف الفولدر هاد كله على بعضه خلونا نضيفه بعدين عابقنا فيك تعمل get commit dash m يعني بمعنا اخر تعمل commit dash m يعني message وتسمي للكميت هاد تبعك بعدين فيك تضيف ال remote خلونا نحن نعمل get commit اول شي get commit dash m خلونا نسميهم first او خلونا نسمي init commit نضغط enter نضاف الفايل نضاف هالفايل سكلاتهم على بعضهم لانا اردي عملت لن اد على ال commit تبعي هلا صار فيني اضيف remote origin وابتلي هاي get remote origin origin get remote origin نضاف ال origin هلا صار فيني ببساطة اعمل get push dash u origin master get push dash u origin master هلا ال get ببساطة شوية بعمل اول تعليم انا عملتها عملت add يعني بمعنى اخر رحت قلت له كل شي ملفات عندي اياهون ضف اياهون لل get بعدين ها ملفات اللي ضفتن خلونا نقولك تحديث كنوع من التحديث اللي انا عملته ضفتلهم commit يعني عبر سل انا commit للweb site بالمسج الفلان يلا سميتها initialization commit هذا التهيئة الاساسي انت بتسميه طبعا كيفك بعدين ضفت origin هالعاملين حنا نعمله فقط مرة واحدة اللي هو عم نعرف له انه عم نوصل هالمستودع المحالي موجود على الكمبيوتري مع ال origin اللي هو موجود على ال net الخوطة الاخيران هو عم بعمل push يعني عم برفع هال هالتحديثات اللي عملته على origin على برانش اللي اسمه master اللي هو بالحال افتراضي بكون عنا هيك اسمه master مم مابيلته اوكي خلينا فرجي قنيه بس خلص معه البوش فبعض ما عمل البوش هالع يطلب مني username هاي ال username تبعي بعدين بده ال password هاي ال password تبعي ببساطة هالحيرفع البرجك تبعي كلهاته على بعضه على ال get على ال get هاي ال get تمام انتهى حتى تستفيدوا انتهى حتى تستفيدوا انتهى بنفس الوقات هنصير نكرر نحن هالعملية بكرر معكم هالعملية مرتين ثلاثة ونستوعب اكتر لقدام خلينا شوف هالا بس اذا رفرشنا شو بيطلع عنا ببساطة ضفلي ضفلي الملفات تبعي كلهات على بعضه وحطى اللي اياها بالبرانش اللي اسمه ماستر وحطى ال readme اللي هو الملف اللي يلتقى معنا افتراضي بال level موجود عنا ايا هون هلا بالPHP لحاله حص وقال لي انتهى فيه unregistered version control يعني هو تم مكشفه يعني على ال root عندك بتحب نوضف لك ياه بنقول له add root لانه اذا في عندك IDE ضريف مثل PHStorm بصير فيك تعمل بصراحة تعني ما تلقيت منه هون معت في داعي ال comment prompt او معت في داعي ال terminal العاكب بالنسبة لانه نحن خلالنا نستخدم بس اول كم مرة حتى نعرف الموضوع كيف يصير هلا ومتل ما اكون شايفين هلا project تبعي وانه بس حزفت ال views التنين كانوا موجودين ال welcome و example لانه بصراحة نشتغل نحن على ال project تابعنا اللي هو متل ما حكينا هو تحويل من ال wordpress تابع ال يجاد job.com ويكون application لرفيل فبعد ما محيت صار فينا فبعد ما محيت عملتها ال get held بس خلالنا نعمل مثلا احنا اي تعديل بسيط هون عبي طلب مني انه هذا الملف ما انا محطوط على get او سوري او سوري عبري ان انا عبع انشاء ملف .ide بالقلب المجلد الاسمه ide اسمه vcs.xml هلا هذا الموضوع علاءة بال IDE اللي هو phpstorm اعب اضيف مجلد فايل على مجلد .ide بس المجلد .ide هو علاءة فقط بال phpstorm ومثلا انا عبش اتخدم phpstorm وشخصاني حيستخدم مثلا ال autumn او اي شيء ثاني فاكيد مو منتق ان انا اجبركم عليه وحتى ارفعكم ملفات ما لا داعي فله السبب هاد خلق شي اسمه .getignore .getignore هو مجلد ااسف هو file .getignore هو file عن طريقه انا فين يحدد الشغلات اللي بدي اعمل ignore اللي بدي اتجاه هلا عن طريق .get يعني بمعنى اخر انا .id متل ما تلكمها في داعي انتو تشوفوا او حتى تستخدموه ففينا اضيفه لهون قل له انو عمل ignore لا اي شيء موجود بقلب الفولدر الاسمه هلا هذا التعديل انا اعملته اذا برجع لهون على .get ويقول له عاطيني statis سيقالي انو في هال ملف هاد تغير الاضافة لهال ملف هاد تمام؟ هلا انا ما بيكفينه بس انو اضيفه على .getignore.idea كما لازم نمحين لانو بصلاح حصل موجود عندي هون وما لازم يوصل لعندكن فخلونا كمان نعمل تعديل تاني ومننا نتعلم سوا كمان خلونا نعمل كمان نعمل نعمل بالتاريخ محدد امتى انت عملت الاصاص هدول وبالتالي هي شغلة كتير فضيعة بالخاص لاننا نحن المبرمجين كتير من احيان تكتبش افت كود بتلعي حالك ناسخة وحطت على الملاحظات اشان ما تضيع منك من يوم رايح معت في داعي لهشي هاد عن طريق الversion control خلونا نحن هالتعديلات البسيطة نحن نضيفة فحنقل له get add yama dot yama dash a حتى نقل له a all اذا بنرجع بنعمل status بمعنى اخر دخلوا وجوهات version control اللي عندي انا ال get يأخذ فيهم لهدول التعديلات ونمشي فيهم مثلا نعملهم pull على السيرفر او ننشئ مثلا خلونا نقول branch تاني وحطونا عليهم خلونا نحكي بشكل مبسط ان انا اضفتهم هلا على version control تابعي وبدي اضيفهم كمان على origin فخلونا نضيفهم وبين ميتنا نعمل commit ونسمي هدا الكوميت مثلا deleting sorry getting.idea folder and removing int from version control نضاف هدا الكوميت التابعي هلا صار فيني يعمله push وبالتالي نعمل get push origin master هلا بس حاجة سريع عبيلي ان configuration تابعك ما انا معرفة لانه انا ببساطة عبي سأخذي من vagrant وبالبال vagrant مافي configuration مافي نقول اعدادات لل get فعبيلي انت لازم تعمل التعليمتين هدول حتى تضيف ال username تابعك وال email تابعك بمعنى اخر اذا بتنتقلو اذا بتنتقلو لها الصفحة هاي هتلاقوا انه الشخص يلي عمل commit هو شخص بصراحة ما نو معروف او ما عنده email فما في نعرف من شخص يلي عمل هالقصة هاي طبعا هذا موضوع كتير نحنا بهمنا هلا للأسف هلا للأسف شديد ال vagrant by default مح يقلك شي بس ال get عبيليك شي ال get عبيليك انه انت ما عملت configuration لاليوزر تبعك فخلونا بس نعمل configuration تبعا هون getconfig اذا بدك ايهم يصيروا على كل البروجيكت تبعك فيك انت تمرقل تمرقل ال flag dash dash global وتقلو ان ال user بديه يكون اسمك قام بدك ال config تبع ال email e-mail e-mail طبعا انا بصعب باخده منه هو ال e-mail تبعاك صفة هلا اذا بتعطيه push هلا في احتمال كتير كبير ما يكون اخده بصعره حاليش لانه انا عملت comment already تخلونا بس push ونجرب 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 اللحظات الرائعة اللي بيموت في ال net ونجرب 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 خلونا نشوف نحن هالكوميت الثاني نرجع بس الريبس للمستودع تبعي صار في عندي كوميت تنتين كوميت والشخص الثاني ساعته مانو معروف متل ما اتاكن انا عملت عملية الكوميت بعدين ضفت البوش خلونا نعمل بس تعديل ثالث بسيط لحتى انتاكد منو موضوع بصيت انو ضاف اليوزر نيم تبعي ولا لا وبنفس الوقت نحن نتعلمنا مرة كمان زيادة عن العملية كيف بتصير خلونا مثلا نشتغل شي بسيط بعمل الملف في الروتينج في عنا هون هالكومنت هاد خلونا فقط نمحي نحفظ الملف تبعنا خلونا نرجع للget هيك البروسيس بتكون وهيك العملية بتصير اول شي تعمل status لحتى تعرف الملفات اللي تم تعديل علية او انضافت او انحسفت بعدين تتأكد بها العملية هاي انك تضيفها ياما بتعمل get add نجمة يعني كل شي تعديلات او كل شي تعديلات صارت ياما بتطعي ياما للفايل نفسه انت عملت له تعديل بحالتنا هو هاد بعدين تشوف مثلا مرة تاني تتأكد اذا حبيت تشوف انه صار لونه اخضر يعني معناخر نضاف على get بعدين تعمل commit برسالة انت عملتها احنا هون بالحالة عملنا remove 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 comment from about file بعدين هلا اصار فيك تعمل get push هلا اياما get push origin master في حال انت عندك بدك تكون كتير صريح وتقول له ان انا بدي حصريا على origin على branch هاد بحالتنا احنا معانا اكتر من غصن معانا اكتر من branch معانا اكتر من فرع وبالتالي خلونا نمحين وضوع origin master افتراضيا المفروض يفهم ان انا بدي على origin master كمان نفس الشي مرة موجودة بالconfiguration ال global تبعي انه لازم اعطيه by default بكون matching بس هلا اكمل خمانا نشوفه هاي سايف توقع بس عبتعرض لحتة تعطيك شوية معلومات عن موضوع ام تتغيرت بين 1.7 و 2 هاي مشكلة بس عندي انا سوري مكتبت الليزرنين والباسورت صح خلوني بس ارجع ايضان تمام خلونا نشوف الان ريوزة اللي تبعي صرف عندي ثلاث كومنتات بالاشي عارفني كيوزر مين انا بالفعل عرضني ان انا اللي عملتها الكومنت هاد وحطه لي اسمي هلا ها هي الطريقة انك انت تعمل تضيف للريبوزوتوري تبعك سوري للمشروع تبعك تضيفه على الريبوزوتوري وتستخدم ال get اذا كان في اي سؤال تاني بيتمنى انكم تتركوني لو سمحتوا بتعليقات وبشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي